أهلا بكم والأحياء ببساطة مع تمهيم النهاردة في المسلسل الكبير جات جملة كده قال إحنا مش في إغراء إحنا كده في درس أحياء فالعنوان بتاعنا النهاردة هيبقى ما بين الإغراء ودرس الأحياء ويمكن حاجة قرب شوية ولذلك يعني لو حد بيقرف أو كده ممكن يغادر هذا الفيديو وما يكملش أو حتى أطفال عشان بس لا يحدش يقول أنت محذر تناش سوف نتكلم النهاردة باللغة الكبير عن المكان اللي عما تطلعش عليه شمس واصل في الجسم بعبارة أخرى سنتكلم وسنلقي الضوء على مكان حيث لا تشرق الشمس إنه إنس أو رباط أو بعبارة تانية باللغة العربية الشرج أو فتحة الشرج وفتحة الشرج الكلام عنها يمكن بيبقى لي بعض المحاذير الأخلاقية أو ما شابه ولكن إحنا هنا بنتكلم بشكل علمي هي إنس دك الميوناني معناها سايكل دايرة لأنها فتحة الإست أو فتحة الشرج هي عبارة عن فتحة أو إسفنكتر كده أو عضلة عاصرة كده بيبقى موجودة في نهاية القناة الهضمية وكلنا عارفين بيتم منها تخلص من الفضلات اللي هو البراز لكن العضو دا ما بنتكلمش عنه كتير ومع إنه هو المفروض الناس تعرف أهميته ونشئته وإزاي ما حافظ عليه والأمراض اللي بتصب به وأنا بالنسبة للأمراض والحاجات دي دا مش تخصصي وبالتالي الدكاترة يتكلم عنه أفضل ولكن أنا هتكلم هنا من منطلق علم الأحياء خلينا أقول لك معلومة غريبة يمكن تعرفها عن فتحة الإست أو فتحة الشرج إنها أول عضوة أو جزء في جسمك بيتكون تخيل أنت أول لحظة في حياتك أنت بتتفتح فيه فتحة الشرج بالفعل إحنا بنتبع حاجة اسمها فوق شعب فوق شعبة الديوتروستومز في حاجة اسمها البروتوستومز أو الديوتروستومز دي فوق شعبة تنتمي لمملكة الحيوان في علم التصنيف في علم الأحياء البروتوستومز دي بتبدأ بفتحة بس الفتحة دي بتتحول لفتحة فم إحنا عندنا بتتحول لفتحة شرج فتخيل إن أول فتحة في جسمك بتتكون هي فتحة الشرج بعد التوتية والطالبة تفهم الكلام ده بيبقى فيه طول اسمه البلاستيولة بعدين البلاستيولة دي بتبقى عاملة زي كرة كده وبعدين الكرة دي بتنتوي كده وبيبقى فيه فتحة الفتحة دي هي هتبقى فتحة الاست أو فتحة الشرج بيبقى ديه أول معلومة بتعرفها عنها عنها إنها أول عضوة أو جزء بيتكون في جسمك هو فتحة الشرج بتبقى عاملة زي بيبقى في مراحل الجانيني كده زي الدونت كده بتبقى فيها فتحة اسمها فتحة ايه الشرج طيب فتحة الشرج دي بيبقى هي في نهاية القنال هضمية عند الإنسان بيتحكم فيها عضلتين عاصرتين أنت عندك القنال هضمية في الإنسان طولها حوالي 10-12 متر بيبقى فيها كهوف وأعضاء مختلفة بيبقى بين الأعضاء دي عضلات عاصرة بيبقى حوالين فتحة الاست أو الشرج عضلتين حلقيتين عاصرتين العضلة الداخلية لا إرادية العضلة الخارجية إرادية وبتبقى المنطقة دي مليانة بالأعصاب وبتساعدك على أنك تميز المواد الصلبة من السائلة من الغازية وتقدر تتحكم في إخراجها والعملات لا تبقى حكاة أنت المستقيم بينقبض لما تتجمع في الفضلات وبحصل أثناء التبرز ارتخاء في العضلة الحلقية أو العضلتين الحلقيتين العاصرتين كي يتم دفع فضلات الطعام غير المهضوم أنت بتاكل مواد بقى فيها مثلاً سيلولوز بيبقى فيها الجنين والمواد دي لو فضلت جوا الجسم ومواد تانية كتيرة والبيلي روبين أو الصفراء مواد كتيرة يجب التخلص منها لأن لو فضلت في الجسم هتسبب له أضرار فبيتم التخلص منها عن طريق فتحة الإست أو فتحة الشرج أو الإنس والفتحة دي بالمناسبة بتحاط بعضلتين كبار كده عند الإنسان من الساديات اللي احنا بنسمها الأرداف وهي العضلات الأكبر ما بين كل الساديات وهي اللي ساعدت الإنسان على انتصاب القامة وهي اللي بتخليك قاعد دلوقتي وبتوقف وبتعد وبتقدر تمشي على اتنين رجلين مش على اربعة يعني لو ما فيش عضلات الأرداف سيادتك هتمشي على قديك ورجليك وعشان تثبت بالتجربة هات شمبانزي أو شمبانزي أو قرد وقول له أقف مش هيعرف لأن ما عندوش أرداف زي اللي عندك طبعا احنا عارفين الأرداف لها نواحي ثقافية أو نواحي إغرائية لأن احنا قلنا نواحي جنسية بالنسبة للإنسان لأنه بيعتقد أن تطوريا أن الزكر كان دايما بيختار الأنسة اللي بتمتلك عضلات كبيرة في هذه المنطقة وهي بيبقى فيها دهون لأنها معناها أنها الأكثر قدرة على الإنجاب والأكثر قدرة تكاثرية بعد كده والمنطقة دي بيبقى فيها زي ما اتفقنا قلنا أعصاب كتير بيبقى فيه مستقبلات للضغط أول ما بنحس أن فيه ضغط جديد عليها بنبعت بيحصل الحاجة اسمها Reflex Arc أو فعل منعكس اللي هو بنسميه فعل منعكس التغوط ويتم إخراج الفضلات لأن لو تراكمت طبعا ده ممكن يكون سبب الضرر طبعا حكاية فتحة الإستا أو فتحة الشرج هي لو تتبعتها تقدر تتبع تطور الإنسان اللي استمر على مدار 3 مليار سنة وتطور مش بس الإنسان تطور الكائنات الحية كلها ولها وظيف كتيرة ووظيف مختلفة يعني مثلا فيه كائنات ما عندهاش فتحة إستا أو فتحة شرج زي الأميبة مثلا أو الكائنات البسيطة هي بتدخل المواد الغذائية وبتطلع الفضلات عادة بالانتشار وغيره فيه بعض الكائنات الحية تجد بص تلاقي عندها فتحات شرج كتيرة جدا يعني دي مش عارف الحمام بتاعها ممكن يكون عامل إزاي أنا قلت لكم الموضوع هيبقى مقرف فهتخرج من المهم الفضلات بتاعتها بتخرج من فتحات كتيرة وفيه ساعات بتبقى فتحة الإستا جنب فتحة الشرج وفيه ساعات بعض الكائنات الحية مش هنذكر أسماء يعني عشان ما اللغبطكش ويبقى الموضوع معقد علمان شوية بتحول فتحة الشرج لفتحة الفم تصبح فم آخر وفيه من بعض الكائنات الحية بممكن تمتص الأكسوجين من خلالها وفيه بتطلق منها خلالها غازات تتفعل الأمام كده في الماء تساعدها على الحركة بتستخدمها ساعات في الدفاع عن النفس العقرب ممكن أثناء أحد الكائنات الحية لما بيهجم عليه بيفقد الجزء الديل ده وفيه فتحة الشرج ويفقد إلى ما لنهاية فتحة الشرج موضوع فتحة الشرج ده موضوع شيق جداً طبعاً من المعلومات الغريبة اللي يمكن تعرفها أن بعض الكائنات الحية بتستخدمها في التناسل أصلاً ففيه بعض الكائنات الحية زي البرمائيات والطيور والزواحف بيبقى عندها فتحة واحدة بيخرج منها البول والبراز وبيحصل فيها الجماع يعني بتستخدم استخدام جنسي أهو فتحة الفتحة دي من حتى من الساديات زي الساديات البدائية زي خلد الماء عنده برضو فتحة واحدة اللي هي فتحة المزرق بيبيض منها بيأسف بيخرج البراز منها والبول والجماع كله بيحصل في الفتحة دي الإنسان طبعاً كلنا نعرف باب العلم الإنسان تطور شوية وعلى فكرة أنسى الإنسان وفق العلم الأحياء التطوري هي أكثر رقية من الإنسان لأنها زادت نحو التخصص فهي تمتلك ثلاث فتحات فتحة الإستا أو الشرج بيطلع منها البراز فتحة البول بيخرج منها البول والفتحة التنسلية اللي بينزل منها الجنين أما ذكر الإنسان فهو عنده فتحتين بس فتحة الإست اللي بيطلع منها البراز وقناة الفتحة البولية التنسلية اللي بيطلع منها البول والحونات المنوية في وقتين مختلفين دي كانت بشكل سريع وأنا بتكلم بشكل سريع جداً وأرجو أن أنا ما كنتش نسيت حاجة ده موضوع الإنس أو فتحة الإستا أو فتحة الشرج الأحياء ببساطة مع تميم أراكم في القناة أراكم في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر